طيب من الأخبار الجميلة برضو اللي نفخر بيها في وفد بريطاني بانتهى من تصوير فيلم وثائقي عن النيل بأسوان وحيتعرض في الناشنال جيوغرافك هقولك تفاصيل الخبر نهى أو أنهى وفد التلفزيون البريطاني برئاسة المخرج ماثيو دايز والمصور كريستوفر بارن المصور جوليوس بريتن وإنتاج لينا زيلنكايت ومهندس صوت مارك روبرت من زيارتهم لأسوان وده في إطار الإعداد لفيلم وثائقي مكون من ثلاث أجزاء لصالح قناة ناشنال جيوغرافك الشهيرة بعنوان العودة إلى النيل أو ريترن تو دي نايل صرح أحمد علي عبيد مدير مركز الصحفي المرسلين الأجانب بأسوان إنه الفيلم ده بيحاكي الرحلة الاستكشافية اللي قام بيها الرحال المكتشف البريطاني رينولف فينيس سنة 1966 على طول نهر النيل من الشمال إلى الجنوب وذلك احتفالا بمرور خمسين سنة على تلك الرحلة والحقيقة استعرض الفيلم المناطق والمناظر الطبيعية الخلابة في كل أنحاء مصر فضلا طبعا عن المناطق الأثرية والأسواء وثقافة المصرية حضر أيضا الرحال السيد رينولف فينيس مع ابن عمه في رحلة قام بيها منذ خمسين سنة اتعرف من خلالها على الأماكن اللي زرها من دول منابع النيل لحد دول المصب وبعد دول خليج وعلى رأسهم طبعا كانت سلطانة عمان فيلم رائع وفي انتظار عرضه على ناشنال جيوغرافك اسمه Return to the Nile